هنا للشك القانوني ستة المستشار احنا لو قلنا قانونا دايما بنشوف حتى دايما في بعض يعني مش بس هنا في القاهرة برضو كمان في بعض السعيد وفي سعيد ما ان هو لو ما خلفش الولد كده مراسه كله اراضي وكل حاجة هتروح للغير طب هنا لو انا بتكلم قانونا هل لو هو معا بنت فقط لغير اخواته الزكور لم يارسه طب لو هي معاها ولد طب هنا الاب والام قانونا بقى والاخوات بيارسه ولا ما بيارسوش خالص اولا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه الطيبين الطاهرين وبعد اولا نتحدث عن علم المراس والمراس هو بحر كبير جدا نظمه دستورنا الكريم وهو القرآن الكريم وقد استمد القانون من القرآن الكريم وشريعته لتنظيم كافة اجراءاته وكذا العقاب لمن يخالف ذلك من يخالف ذلك يعقب قانونه هنأتي بس في جزئية بسيطة على تعريف ايه هو القانون المراس في القانون ايه هو الموريس في القانون هو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية تتضمن تحديدا للمال الموروث ومن هم الورث الشرعيون وما هو نصيبهم وايضا كيفية توزيع هذه التركة ولابد من وجود بعض الاركان وايضا الشروط حتى يكون للورث الحق في ذلك الارث له اركان نعم الارث له اركان اولا اركان هذا الارث وهو المورث اولا عشان احنا بس بنا نوضح النقطة وجزئية الهامة دي عشان الناس تفهم وتقدر تأذر مين اللي يارس ومين اللي لا يارس ومين هو اللي هو الحق في ذلك المراس اولا هو المورث المورث وهو المتوفي الذي يبحث في تريكته في تريكته للورث انا هاسم ماله يبقى ادي اول ركن هو المورث ثم يليم بعد ذلك الورث ومن هو الورث هو المستحق لارث التركة من المورث ثم ابقى عندنا الركن الثالث وهو ايه وهو الموروث الشيء المطروك وهو التركة نفسها التي توزع على جميع الورث الشرعين لما ساعتك تفضلت منهم المستحقون للارث كما تفضل فضيلة الدكتور هم صلة الارحاب وكما تفضل فضيلة الدكتور انه بعض الاولاد يحجبون وبعضهم لا يحجبون في ناس لها الاحقية في الاولوية ان هي ترس تبقى نصوص القانون من نص المادة 908 ونص المادة 909 ونص المادة 912 من القانون هنقدر نعرف بعدها حتى مين بقى الورثة بقى اللي القانون بيقول عليهم هل زي ما نقولت لحضرتك هل لو في وجود ولد الاخوات للزوج يعني العم والعم بيحرموا من المراس ولا بيكون ليه الوسر الولد يحجب العم العم من المراس والعم طالما ان هناك فرع ويرس اصلي اللي هو الولد اما اذا كان لم يوجد الولد فييرس الاب وتارس اللي هو الجد الجد والجد تارس ويرس ايضا الامام والاخوة الاشقاء اذا لم يوجد له فرع وارس اذا لم يوجد له فرع وارس والفرع الوارس اللي هو الولد حضرتك كده برضو يعني ان الجد لو فيه ولد هو مخلف ولد الجد ما يرس لا 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 لذا توفع الاب حالة حيات يرس يرس برضو في الجنة فضرت الشيخ يرس الجد يرس الجد الجد والجدة يعني في حالة وفاة الاب في وجود الجد والجدة وفي وجود ولد اه وفي وجود ولد لكن لو مفيش ولد وفيه بنت بتتأثب بقى حسب السلط العقام زي طبعا مقال فضيلة الشي